مملكة القصب ترتوي بالمياه فغيث السماء وارتفاع نسبة الغمر ساهم بعودة الأمل لسكان الأهوار وشكل حافزان للعودة لمن هجر المكان نتيجة الجثاف فمع تجدد المياه تعود مظاهر الحياة هنا من الطيور وحيوان الجاموس والقصب والأسماك هسا فضل الله الماء هذا كان كل الأرض قاح هذا هذا قاح كل شو ماكم ما يذكر هذا بيام الصيف أو هسا بالمطرة واللي جاي المطرة الاولية واللي جاي تشوفها رحمة الله هسا صار بيذراع الماء فهدتقي سبيとう1000 متر بذراع هيش هسا يفرق عن الصيف يعني ذول اللي بقينا عندنا حلال فلا استمر الماء لا يعني زينة الوضعية زينة ولا ما استمر الماء والمطر وسبب المطر هو الماء جي فلا استمر الماء والمطر رحمة الله فيصير وضعنا زين ولم تختصر فائدة مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدن البلاد على مناطق الأهوار فحسب بل إنها أعادت الحياة أيضا للكثير من المناطق الزراعية فيما أعلنت مديرية الموارد المائية في ديقار عن ارتفاع نسبة الغمر في أهوار المحافظة إلى نصف ما كانت عليه بداية الموسم الشتوي الحالي الأمر الذي أدى إلى إكمال الخطة الزراعية بالكامل وارواها ثلاث ريات متتالية بالإضافة إلى تعزيز المياه الداخلة للأهوار من نهر الفرات إلى الأهوار الوسطى وهور الحمار وهور السناف حتى ازدادت الرقعة المغمورة بالأهوار إلى مستوى إلى منسوب ضعف ما كان عليه في بداية الموسم الشتوي الحالي لعبت الأمطار دورا إيجابيا في رفع مناسب المياه في الأهوار بما أسهم بعودة الحياة الطبيعية لهذه المسطحات المائية الغنية بالتنوع الإحيائي والبيولوجي على أمل اهتمام حكومي أكثر بهذه الثروة الوطنية من ذيقار سعد الركابية قناة الفلوجة